قبل مبدأ الوصفة بالنهاردة بتاعتي هكلمكم عن برنامج أكيد كلكوا عارفين وهو التيك توك بس فيه منكم كثير ما يعرفوش التيك توك وما يعرفوش انه هو بيدي الفترة دي فلوس وحلوة جدا ممكن يدي لو انت قابلت الدعوة بتاعتي بال600 جنيه مرة واحدة يعني انا لو سبت انا حسب لكم اللينك بتاع الدعوة بتاعتي ورقم الدعوة وحقول لكم بالضبط انتوا تعملوا ايه عشان متوهوش مني وفعلا التيك توك بيدي فلوس وبيدي رصيد وبتاخد الفلوس ده كاش وناس كتير دلوقتي الفترة دي بتاخد فلوس بجد ممكن بتاخد بال700 جنيه على الفارد وده مش بيقالينا بس احنا لأ ده ليه كنتوا كمان يعني لو حد قابل دعوتي وحط رمز الدعوة بتاعي بتاخده 600 جنيه بتاخده ممكن 50 جنيه بتاخده 100 جنيه 300 جنيه على حسب انا مش عارفة التيك توك بصراحة بيحسبها ازاي انا حسب لكم اللينك بتاع الدعوة بتاعتي تحت في صندوق الوصف حسبٌ لكم وقم الدعوة وحسب لكم اللي اتنين في اول كومنت ستتغطوا على اللينك ده تمام اللينك ده هو لينك الدعوة بتاعتي في التيك توك اول ما ت hochو عليه هتلاكوا اللي هو هتعمله نسخ للرمز وبعدين تتغطوا على جمله تنزيل التيك توك اهم حاجة ان انتم تعملوا نسخ للرمز اللي شايفينه ده اللي هو hour2282247 ده رقم الدعوة بتاعتي وحو قبلكم بعد كده احنا هنحط هنا في الاكاونت عموما وهتعملوا تنزيل التيك توك وهتحملوا التيك توك عادي وتبدأوا ان انتوا تسجلوا برقم التلفون بتاعكم بالجيميل بتاعكم مش مشكلة تمام انا هدوز دلوقتي قدامكم اهو تحميل هحاول ان انا اعمش معاكم خطوة خطوة عشان الناس ما اتطوش وهتنزلوا عادي خلوني بس اقولكم ان اهم حاجة ان الدعوة دي بتتم صح لما تكون انت شخص ما استخدمتش التيك توك قبل كده وفي طبعا منكم ناس كتير استخدمت التيك توك ونزلته فانا بكلم الناس اللي ما نزللتش التيك توك قبل كده الدعوة اللي انا كتبهه لكم فوق دي هي ان اول ما تنزلوا التيك توك وتعملوا الحساب وكل حاجة هتحطوا في رمز الدعوة اللي انتوا شايفينها تحت دي هو ده رمز الدعوة اللي هيتحط تحت هتاخدوا كوبي وتحطوا اللي هي أر باقي الاركم وهتعملوا دعوة بس كده انتوا هتخدوا الفلوس اللي هتطلع وانا زيكوا هياخد الفلوس هما بالزبط بيدوا بيدوا لي فلوس وبيدوا لكم برضو فلوس يعني بالتنصيص بس كده انا حبيت ان انا اقول لكم بس الموضوع ده وانتوا كمان بعد كده لما بتعملوا الاكاونت ده بيطلع لكم رمز دعوة تقدر ان انتوا تدوهم حتى لاصحابكم تقدر تطلع من نفر او نفرين بستمين جنيه وفعلا انا عندي واحدة من صحابي اعرفوا ان هما يطلعوا 3000 جنيه في خلال اسبوع قاعدوا يبعتوني وهم اصلا اللي عرفوني الموضوع ده قاعدوا يبعتولي ويقولوا لي خش يا دخلي رمز الكوت بتاعنا فانا كنت بعمل وانا مش فهمة بعد كده لقيت بيد بعتلي انا بال70 جنيه بعد كده 300 جنيه طبعا انا سحبتهم كارسيت وفي 300 جنيه بعتهم لنفسي على الحساب اللي هو البنكي بس كده انا حبيتها فتكو كمان زي ما انا استفدت ما تنسوش بس حاسب لكم اهو سايبالكم لينك ده اللي انتو هتخشو توسجلو بيه الناس بقيى اللي تاهت مني شويه لما انتو تخشوا الاكاونت هندوسوا على اللي هي العلامة الدهابية اللي فوق على اليمين عشان تخشوитьو تلاقوو اللي هي الدعوة تلاقيو كل ده وحتى هتلاقو رمز الدعوة اللي انتو هتعملوه اللي هي تاخدوه وتحطوه في المكانة اللي انا قطتلكم عليه وتعملوا دعوة وبكده اكون انتو لبيته بدعو zusammen انا اخذت فلوس و انا اخذت فلوس و على حسب الفلوس دي فيه مبالغ كبير لان زي ما قلت لكم صاحبتي اول مرة عملتلي دعوة هي اخذت 300 و انا اخذت 300 وسعيتها انا قررت ان انا اعمل الموضوع ده انا عارفة انا طولت عليكم بس قلت افتكوا زي ما انا استفدت انا كمان يالله بينا بقى اللي عايز يكمل الوصفة بتاعة الشعر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايبي عاملين اي عبو كلكم تكونوا بخير معلش طولت عليكم في البداية بس حاولي ان تتجاهلش الموضوع الاولاني لان هو فعلا بيجيب فلوس حلوة النهاردة وصفتي ليكو لكل بنت شعرها مش بيطول شعرها مش كسيف فعلا لو مش يتي و على الوصفة دي شعرت بالضبط هيكون زي البنت اللي في الفيديو لان هي نفسها بتمشي على الوصفة دي و انا كنت اتجبت الوصفة دي منها لان هي بتمشي عليها تمام مبدئيا كده في مكونات كم مكون كده بسيط جدا احنا النهاردة هنعملهم مع بعض المكونات دي متاهة عندك في المطبخ لها تحتاج بقى ان تنزيل تشتري حاجة وحتى لو نزلت شتري حاجة هتنزيل تشتري حاجة من جنب اي عبطار عندك او مول فالموضوع هيكون بسيط جدا لا مرهق بقى ولا مقلق ولا اي حاجة خالص من الكلام ده تمام دلوقتي ايه هي المكونات بتاعة الوصفة دي اللي انا هستخدمها قبل بس ما اقول لكم حاجة البنات الوصفة دي لازم ان انتي تستماري عليها لازم ان انتي تمشي عليها فترة طويلة عشان تطول شارك عشان تلاقي الحاجة يعني المجهود اللي انتي عاملة في الوصفة دي بجد طولع في شارك حتى اولك شارك يمكن من اول 3-4 ايام انا نفسي استخدمتها وكسفت شاري عن الاول وقفت كمان التساقط كان عندي واحدة صادقة بتستخدمتها وكان شعرها بيقع جدا الوصفة فعلا وقفت تساقط شعرها تماما فالوصفة حلوة جدا انا نفسي احبتها فقلت ان انا لازم طبعا افتكو بيها لان انا بحب بصراحة ان انا زي ما بستفيد انا كمان افتكو واقولكو على الحاجة وما بخلش بيها اه ابدا تمام دلوقتي زي ما قلتلكو ايه هي بقى مكونات الوصفة دي اول حاجة هابدا اجيبها انا هاجيب يعني بارتمون هستخدم النوع ده في الوصفة بتاعتي معيكو بارتمون بس انت لو مش عندك نوعية البرتمونات دي وكده او عندك حاجة مغلقة تقدر تستخدمي طبق وتبقى انت تغطي او اي حاجة من دي لكن انا عن نفسي هستخدم عادي البرتمون ده عشان بحب ان انا احفظ في الحاجة مثلا لحد ما تبرد او اقلب مثلا الوصفة كل ما اجي ان انا استخدمها فبقى محتاجة حاجة تكون يعني ليها غطى وليها حاجة تتقفل اقدر ان انا يعني يقلب وكده اول مكون عندنا يا بناات وهو الشاي الاحمر اي نوع من انواع الشاي الاحمر اللي هو الشاي عادي اللي كل يوم بنشربه هو ده تستخدمي ان انت تستخدمي اي نوع من انواع الشاي فيه بقى اي يعني عندنا مثلا في المصر عندنا شاي العروسة شاي الجوهرة انت ممكن شاي لبتون تفضي اللي هي العبوات اللي فيه وتستخدميه في شاي لبتون اللي هو الفارت ده فتقدر ان انت تستخدمي عموما اي نوع ده طبعا بالنسبة للانواع المتودع في مصر اما انت لو مش من مصر تقدر تستخدميه اي نوع مش مشكلة خالص بالعكس فيه انواع احلى من كده بكتير بس انا قلت الانواع اللي انا اعرفها لان انا متأكدة انه هيطلع بنات كتير تقولي اي نوعية الشاي اي نوع من انواع الشاي يا حبيبي انا اللي استخدمت اصلا النهاردة الشاي الشاي اللحمة بيطول الشعر جدا وبيكسفه وانا كنت باستخدمه حتى للحواجب والرموش وكان طحفه بالنسبة بقال المكون التاني فالمكون التاني هو حبة البركة او السانوش احنا في مصر عندنا بنقول عليه حبة البركة حبة البركة فيها كمانية زيوت حلوة جدا جدا فيه تكسيف الشعر وفيه تطويله وبيعمل كمان على ان هو يعني يعني يحفز الشعر على النمو فبصراحة انا عن نفسي بحبه جدا وبحب استخدمه على طول فيه وصفات الشعر لو انتم تابعيني ونزلت كذا وصفة قبل كده ليها علاقة بالسانوش وكانت بصراحة حلوة جدا طبعا انتم شايفين الكمية اللي انا بحطها مش محتاج ان انا اقول لكم الكمية لكن انا بستعمل عموما معلقة صغيرة وبحط بيها كل المكونات بتاعت الوصفة بتاعتي النهاردة فالماء دي كلها النهاردة واحدة بين معلقة اللي هي صغير المكون التاني وهو مكون شوية غريب وهو السمسم زي ما انتم شايفين اللي هو السمسم الابيض طب ليه انا استخدمت النهاردة السمسم الابيض السمسم الابيض يا بنات بيساعد على علاج التساقط يعني انت لو شعرك بيتساقط بجد فالوصفة دي او المكون ده بالذات ليه المشكلة دي ناس كتير قوي شعرها بيتساقط لما يسألوني بقولهم عليكم بالسمسم الابيض تقدروا ان انتم تخشوا جوجل وتعرفوا بالضبط فويدوا للشعر للتساقط فها بجد يعني انا عن نفسي حلو جدا ولما بدأت استخدمه في الوصفة دي حست فعلا بفرق كبير جدا جدا في فكرة فعلا اللي هو التساقط بالذات فيه بقى مكون تاني انا برضو بحب استعمله وعلى طول بستعمله ولان انا بحب كمانا استخدمه كنوع من انواع التعطير للشعر ده غير ان هو نينجا في التطويل بصراحة وهو القرنفل او المصمار تمام حطيت برضو معلقة منه هو حلو جدا كمان فيه تكسيف الشعر انا النهاردة مستخدام لكم بجد مجموعة مكونات قوية جدا جدا في الحفاظ على نمو الشعر في تقوية الشعر بجد فحلوة جدا والوصفة نفسها قوية انت لا هتتعابي لا هتحسي يعني لا هتحسي كده ان شعرك فعلا محتاج وصفة تانية جنب الوصفة دي فبصراحة هي هتفيدك جدا جدا تمام في مكون دلوقتي واحد هو بس اللي فاضل تقدر انت تستخدميه او لا انا عن نفسي بحبه جدا وهو الكركدي ايه هو الكركدي الكركدي ليه مسميات تانية في بلدان تانية لكن الحقيقة ما كذبش عليكم انا معرفهاش بس احنا عندنا هنا في مصر بنقول عليها الكركدي اللي هو المكون الاحمر اللي ممكن نحطه على الحنة ممكن تحطيه فبصراحة في ناس كتير جدا متعرفش فايدته للشعر بس هو فايدته عظيمة جدا جدا للشعر وانا عن نفسي بحب ان انا استخدمه حطيت بس كم واحدة يعني ثلاثة اربعة من الكركدي حلو جدا للشعر وبيديه كده لمعة حلوة جدا انتي عايزة تحطيه برحتك مش عايزة تحطيه بردو برحتك هو عموما حاجة كده يعني انا بحب حطها اضافة بس طبعا بيتول الشعر بردو بيحفز على التطويل ويعني حلو جدا مش مجرد مكون كده وخلاص احنا هنحطه زيادة بعد كده بنزل على المكونات دي كلها بمية سخنة يعني لحد كده مثلا كباية مثلا يعني كباية من المية السخنة مية سخنة حالا لسه طالعة من النار او من الكاتل عادي طبعا انا هغطي عليها لان فيه زيادة طيارة في كم مكون انا حطيته فانا مش عايزة الوصفة ان هي تضيع كل اللي انا عملته فهغطي عليها وقلبها واسبها لحد ما تبرد وبعدين حبدأ ان انا استعملها معاكم ممكن تسيبي الوصفة دي يوم كامل يعني مش لازم مش شرط تستخدميها بعدها يعني مش شرط ان انت تستخدمي الوصفة دي على طول لا 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 خالص مش مش شرط انت تستخدميها على طول ممكن تسيبيها اا 4 و 20 ساعة او تسيبيها 12 يوم اا 12 ساعة او ممكن تسحيي تاني يوم الصبح تبدأي تستخدميها عادي ففكرة ان انت تسيبيها لحد ما تبدأ وتبدأ تستعمليها عادي برضو مش مشكلة انا نفسي بعمل كده لكن كنت ساعد لما بعملها الوصفة دي بالليل اقوم تاني يوم الصبح ابدأ ان انا استعملها فمش شارط استعجل فيها يعني مش شارط انت تستعجلي فيها خالص انا ازاي بقى بستخدم الوصفة دي بعد ما بسيبها عموما زي ما خيارتك ازاي بستعمل الوصفة دي انا بستعمل الوصفة دي بنات بالبخاخ اللي انتوا شايفينه ده او بحط بترطيف سوا بعني يعني يا اما تحطيها كده يا اما تحطيها كده انا بحط المكونات في البخاخ وبرش كل يوم الصبح مرة الصبح ومرة بالليل لمدة 3-4 ايام بدون قسل الشهر بعد الـ 4-3 ايام كل يوم صبح بالليل تخش عادي في اليوم الدهت او الرابع تخسلي شارك او ممكن تخسلي شارك في الوقت المناسب لك يعني لو بتخسلي شارك يومين دهتا في اليوم يبقى تمام بس كده حبيبي احنا وصلنا لنهاية الفيديو عارفنا طولت عليكم جدا بس معلش كانت بداية الفيديو شوية جديدة ما تنسوش بقى تنزلوا تيك توك تحطوا رمز الدعوة بتاعتي بحبكو جدا جدا ومع السرعة يا شوية ل Hochgrandة بحبكو جدا غاضب ما اشطين بحبكو جدا